بدأت مناورات النيتو بالتوبس 2019 السنوية بدورتها السابعة والأربعين في مدينة كيالا الساحلية الألمانية المطلة على بحر البلطيق العمليات تُعُخَد في الفترة ما بين التاسع من يونيو الحالي وتستمر حتى الحادي والعشرين منه تُشارك هذه السنة ستة عشرة دولة من أعضاء النيتو إضافة إلى فنلندا والسويد تحت قيادة الأسطول العمليتي الأمريكي الثاني وسفينة القيادة الأمريكية يو اس اس ماونت ويتني وهذه السفينة هي من طراز بلوريج ويمكنها نقل واستقبال كميات كبيرة من البيانات المحمية إلى أي نقطة على الأرض من خلال قنوات الاتصال المختلفة هي مسلحة بعدة مدافع من عيار صغير ومدافع رشاشة كما تُشارك في المناورات حوالى خمسين سفينة وغواصة إضافة إلى أربعين طائرة حربية ومروحية وثمانية ألاف وستمائة عسكري من الدول المشاركة في هذه المناورات إضافة إلى خمس عشرة سفينة للنيتو دخلت بحر البلطيق يوم الخميس الماضي من ضمنها سفينة الإنزال الأمريكية فورت ماك هنري وفي إطار مناورات بالتوبس 2019 سيتم تنفيذ عمليات برمائية علاوة على التدريب على عمليات الدفاع الجوي ومكافحة القوات الموجودة هناك بالغواصات والسفن للعدو المحتمل بالقرب من حدود روسيا ترجمة نانسي قنقر